موسيقى خلافتنا بين عضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس بسبب موعد وطريقة الاعداد للمؤتمر القادم نهاية هذا الشهر عمال مؤسسة كوفيكاب ينجدون بممارسة مدير عام الشركة والجامعة العامة تونسية لشغل تستنكر محاولات ضرب العمل النقبي ومنظمة هومن ريتس ووتش تعلن العثور على أدلة تعذيب في سجون النظام السوري تحية طيبة وأهلا بكم أزرت منذ قليل وزارة داخلية بيانا بشأن مؤتمر أنصار الشريعة أعلنت فيه منع هذا المؤتمر لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام حسب نص البيان كما أكدت أدخلية أن كل من يتعمد تطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى تحريض على العنف والكرهية سيتحمل مسؤوليته كاملة وأن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون نبقى مع مؤتمر أنصار الشريعة حيث قال أحد قيادي تنظيم أنصار الشريعة أنهم لم يتقدموا ولن يتقدموا بأي ترخيص لعقد مؤتمرهم يوم الأحد القادم في القيروان وأكد أن المؤتمر سيحضره أكثر من أربعين ألف شخص من أنصار الطيار وأنه سينظم في كناف الهدوء كما بينا مراسلنا في القيروان أن مئات من أنصار تنظيم بدأوا في التوافد على المدينة وأنه لا صحة لما يروج من أخبار عن حمالات اعتقال أو منع من دخول المدينة موضحا أن تواجد الأمني كثيف وأن الوضع المستقر إلى حد الساعة أكدت وزارة الداخلية أن ما نشرته أحد الصحف اليومية التونسية بشأن قيام عدد من رجال الأمن بأخذ عطل مرضية تجنبا للمواجهة في مؤتمر أنصار الشريعة عار من الصحة مشيرة أن العديد من الأمنيين قطعوا إجازاتها للتحضير إلى المحطات الأمنية القادمة ودعت وزارة الداخلية وسال إعلام إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية والوطن والابتعاد عن الإشاعات المغرضة كما دعت كفة إطاراتها وأعوانها إلى الالتزام بمبدأ التحفظي وعدم الإدلاء بأي تصريحات متعلقة بالوضع الأمني من شأنها أن تضر بسير المهام الأمنية خاصة في المرحلة الراهنة منع الأمين العام الاتحاد العام لطلبة تونس عزدين زعتور اليوم بعض أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد من عقد ندوة صحفية في مقار الإتحاد وقال زعتور ليصلاب تيفي أنه لا يحق لبعض الأعضاء عقد ندوة دون علم الأمين العام وأكد أن الهيئة الإدارية للإتحاد التي قررت المؤتمر أيام الخمس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر قانونية وقراراتها ملزمة من أجل إخراج الاتحاد من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات فيما رفض بعض قيادات الاتحاد هذه الهيئة وتمسكوا برفض قراراتها واستنكروا منعهم من تنظيم هذه الندوة الصحفية نكلم لأمين العام ونكلم لأمين العام ونكلم السكرتارة مكلمت لا أمين المال الشاكر مش كنت الشاكر عايتهم هاو ميهو جي ها عطينا أخونا عطينا حل عمر الزواوي هاو جي 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 هاي؟ كيفاش نطلعوا لقلابين عالك؟ انت هك مسكر الباب مش من حقك ما في بلية ها حلو ها ورثيت حام عادت حلو ما في بلية كيفاش ندر صحفية تقول فا هالمكتب فيدي دي تركان انت؟ حل اسماني حل طاو انت نحكي باسم المكتب فيدي اي اي نحكي باسم المكتب فيدي انت عضو ني عضو نحن ززارة حل الباب ني نحن ززارة خليش هوا ذا المكتب فيدي دور نحلوه المؤتمر الخامس والعشرون لاتحاد العام لطلبة تونس المزمعي تنظيمه في كليز العلوم بتونس مؤتمر توحيدي ما زال طلبه ومناظل الاتحاد يبحثون عن التوافقات اللازمة من أجل إنشاح تنظيمه رغم بعض الخلافات التقنية وشكلية الصراع القائم اليوم في تار الاتحاد العام لطلبة تونس هو الصراع بين تصورين متناقضين للمؤتمر القادم للمنظمة الطلبية التصور الأول يرى أن هذا المؤتمر يجب أن يمر حتما عبر بوابة المكتب التنفيذي هذا المكتب التنفيذي يعود إلى سنة 2003 أي المؤتمر 24 وأعضاء هذا المكتب اليوم كلهم ليسوا بطلبة هذا التصور يرى إقامة مؤتمر معزول عن الساحة الطلبية معزول عن الجماهير الطلبية ولا يعبر عن تطلعاتها أما التصور الثاني يرى أن اللجنة الوطنية هي الإطار الشرعي والوحيد من أجل المضي قدما في إنجاز مؤتمر جماهيري وديمقراطي ومناظل لم يكن هناك صراع بين التوجهين في الاتحاد العام لطلبة تونس هناك بعض الخلافات ذات طابعة تقنية بالأساس لم يكن هناك قضايا سياسية عامة ونقابية مع محل الخلاف هي فقط نقاط خلافية حول مشكلة الانخراط صلاحية اللجنة إلى خيره وفي الحقيقة فهما نقاش مفتوح مع أغلبية الأطراف فاللينا نحن نتصوره باشتل تحق بالمؤتمر المتع الاتحاد العام لطلبة تونس نحن عملنا هيئة الإدارية يوم السبت للفارت وقررنا مؤتمر للاتحاد نهارة 25 و 26 بكلية الحقوق بتونس قد أتى نقابة الأساسية لأعواني وموظف شركة كوفي كاب تونس ندوى صحفية تنديدا بقيام مدير الشركة بتردي 14 عاملا منهم ثم سبع منتمين للنقابة وهو ما اعتبرت ضربا للعمل النقبي المطالبة بترسم العمال وتطبيق الفصلين الثالث عشر والثامن عشر واحترام الحق النقبي أهم المطالب التي تقدمت بها النقابة الأساسية لشركة كوفي كاب ونفذ أعواني وموظف شركة كوفي كاب اضراب لمدة ثمانية أيام دفاعا عن مطالبهم إلا أن مدير الشركة قام بتردي 14 عاملا منهم سبع عمال منتمين إلى النقابة وقت يعملنا الإضراب في طار القانون تسبل ما نحب يطرد النقابة طرد 14 كما قلت لك عدد النقابة وليتصورهم بشي عاوضهم بعد وهذا يعتبروه اعتداء السيفر الحق النقابي وعلى منظمتنا وعلى الحركة النقابية وعلى الديمقراطية في البلاد كما صرح الأمين العام للجامعة التونسية للشغل الأحبيب جيزا أن ما حدث هو اعتداء سيفر على الحق النقابي على حد تعبيره نفذ الأساتذة المتعقدون بكفة ترابة لجمهورية اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بإدماجهم والتسوية وضعيتها مؤكد رضوانا التايب أحد الأساتذة المتعقدين أن حوالي ألفين أستاذ قرروا تنفيذ هذه الوقفة لتنديد بما يتعرضون له من تهميش وهضم لحقوقهم على حد تعبيره والآن ننتقل إلى الأخبار العالمية قتل واحد واربعون عراقيا وأصيب سبعة وخمسون بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفت مصلين قرب مسجد سني وسط بعقوبة فيما قتل ثمانية أخرون وأصيب خمسة وعشرون بجروح في هجوم استهدف مشيعين سنة في المدائن فيما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحقد الطائفي هو سبب الرئيسي لأعمال القتل اليومية في العراق فشان سوريا دعا المين العام للأمم المتحدة بانكيمون ووزير الخارجية روسي سيرجي لفراف إلى تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا في أسرع وقت ممكن بهدف وقف إراقة دماء في هذا البلد فيما قالت منظمة هيومن رايت السووتش أنها عثرت على وثائق ووسائل تعذيب استخدمها الأمن السوري بالرقة في أول مركز احتجاز تخرج عن سيطرة نظام رئيس بشار الأسد وبالأخبار العالمية نكون وصلنا إلى ختم النشرة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء